دكتور الزنايدي والسير عماد الدائمي ثم أجال سمحني منزمة بيها المحكمة إدارية في خصوص قرار بسبغة تنفيذية أو لا؟ والله دخلوكم في عركة قانونية ليهيد لعبة والله ودخلت فيها حصلوا فيها التواسق كلهم وثق فيهم اللي تدعيبوا الثقافة وبالسياسة يا وديك يا معركة قانونية دخلوهم في جديد القانون المحطمة المحطمة يا ودي المعركة ما هيش قانونية المعركة بتاعي الصابة إصطابة شوارع أظهما تعطيهم المحكمة ما ينتفذوش لأكام يا قضاءت عندما 57 قاضية عندما أحكام عندما عامين طويل ما تفذوش يلموا هذا هو واقع وهذا الواقع لما حبوث يمهموه الناس طيس السعيد ما يخرج كم بالدم وكله ما عنده حتى علامة لكن هل هل سألوا حاسبون وأظهما يقدموا الانتخابات للرئاسية أخطأوا وكلت أنا أخطأوا كان هذا تقديركم لكن هل تنكر اليوم أن تلك المشاركة وكلت بعدها كنت قلت في وكش تسقطهم بكل قلت هذا صحيح لكن هل تنكر أن هذه المشاركة أحدثت حركية ثم ديناميزم دينامية كبيرة تخلقت أركة السلطة ودفعتها الارتكاب أكثر أخطاء أيها في الواقع لم يكن هدفه هذا هو هو هدف كل مترشع هو الوصول الكورسي بشدان تونس ما كانت هدفهم أرباك قيس صعي ولكن ما قاموا به في جانب اللي جاء إيجابي وهو كون السلطة تفضحت ارتبكت وفضحت وقامت بأعمال منافع القانون بالذات بأهمة الشعب التونسي كل عرف ما هي هذه العصابة اللي تحكم فيه وعرف طوى تمشي الكبير صغير وما رأى راش لكل كلي صاير ما كنش نتصوره وراو كانوا نخب وراو تفضح قيس صعي شنين حط العباد في العبس شنين نساء في العبس شنين ناس بش تموت في العبس ما يعني بس فوضي حق قيس صعي هو فوضي حق هو كان موجود مقبل ومفضوع ولكن فوضي حق العمور أما كنا ننجم ونفضحوه بطرقه أنا تمنيت كان نفضحناه بطرقه ها نجيب على السؤال رئاسة سعيد بالصندوق نحكي على فرص لتنافسية حقيقية الساعة سيد زمال نفسه تعرف التسقيف 150 ألف دينار اختاروه في الرئاسة 150 ألف دينار يعني التوانسة يعرفه ما يكفيش بش عمل بسيتار كبار ما يكفيش يعني الآن ممنوع من الحامنة انتخابية إذي كانوا رفضوا حكمة جندوبة رفضت اليوم حسب البلاغ لفريق الحامنة انتخابية سيد زمال رفضت من حكمة جندوبة الموافقة على طلب لإذن بالسماح لعادل الشهاد بالتحول للسجن قصدا معاينة الزمال بإمضاء توكيل والسناد إذن عمليا إذا كان وصلت في هذا هو مش مش قادر يعمل حامنة انتخابية مش مش قادر وفي ظل منع جمعيات المراقبة وين الفرص متبقية خطر كتيرون يقول لك يلزم ندفع إلى أقصى حد امشي إلى آخر لحظة يلزم تأجيل قرار النقاطة إلى آخر لحظة مش الآن عكس زيبي الشاب يقال محسومه كعلاوام التغيير هكذا انت ايش نوع رأيك يا ودي عياشي زمال أو أي منافس آخر ما عدا عارق البرامير المغزاوي سيد زهير مغزاوي نعم وانا كان يبقى المغزاوي قاية سعيد سأدعو إلى التصليل لقاية سعيد لأن قاية سعيد واضح وما عنده حتى صاحب والناس كل عداها وقعت معناها مهرت عد شغل ولا لها مؤكد أن كل البرامير لليموجين كل فوق فجرت وليس قاس النهضة ولا قاس حزب بعين هو قاس الدموقراطية وكل شيء لكن لاخر أخطر ومخطر وديكتاتور وغير ديموقراطية ويمكن يعمل أكثر في البلاد من اللي عملها قاس هو قاس في نهايته وعليش الناحي قاس ونشيبه واحد يبدأ في بدايته وعاميا للسيسي هو قال ودفع على استرجاع الديموقراطية سيد زهير مغزاوي محمد المسليني وزير السابق في حكومة الوحدة المطنية قال إن انسحاب المغزاوي من الصباح الرئاسي أمر غير وارد حاليا على تأكيد جديد ويقرش كومبارس أو ما يقرش وطامع بقالكش يمسيوا للأسوات لكن نقاي صعيب بشي ينشعون بعد يدخلوا الحبس وهذه نهايته بتدخلوا جمعته الحبس قلتلك العيش يسمى لو يبقى في السجن إلى ما بعد الانتخابات واضع نعم وما يعملش حملة وما يخص يموين العمية بشي أم بقى حمل وما يتكلم عنه حتى وحد سينتصر على قيسة كيف سينتصر وانت بين الناس المقاطعة هذا السؤال ما تروح يا تدع المقاطعة أنا ما دعيتش للمقاطعة الناس اللي فات في تونس اللي مسانة بشكلة بستمسي وش صوت العايش يزمان هو عمله صهرة وحملة ما غير ما يشع والتونسي دي ما يصوت للمظلو نبي القروي لو بقي في السجن هو رئيس خروزه من السجن وهو اللي طيب ما لها وهذا واقع تونس وهذا لاكا عليهم كلكم يعني سعيد أنا في ورقة سحب تقول شو سعيد مش في ورقة سعيد عنده ببول كل وضائح وقضاء سيحكم وسيصدر تصدر لهي أقارا بمنع العيش جمال من انتقابات كيفيش قانونيا قانونيا كيف يسعدهم قانونيا في سورة نجاح ومعندهم فصيل عطاوله مملا مش بيش شعب التونسيقي موث كي ياس والنقاب السياسي عطينا مفايا فصيل فصل الانتقابات كونه موما ينشف يطيخوا الأصوات اللي حبوا عنها يطيخوا الأصوات وينشفوا قايصايد لأنه قايصايد نجع نجع عنده الهي وعنده الجيش وعنده بوليسي تحب نينشع أنا ونينشع وعنده قالها بولكاس مشتابي عاما 1920 لا عدلة إلا أنت عادلة القواء وتصادم الإرهاب وبالإرهاب تماش عدل إذا لم تماش قواء متكافة القواء غير متكافة غير متكافة ومش تنجع حتى واحد مقايصايد يعني الأمر محسوم كما يقول كثيرون أنه أشبب البيعة حدد موعد وحيد وبالتالي سيفرضه ذلك على أنه نجيب الشاب حنقته السياسية سويا وعمري أنا ولقل سويا عده سياسي برش لبابا سياسي معناه كي كلك نقاط زمدام فرصة لتغييره أخوه في العبس والناس في العبس وحده يكون لك نقاط لأنه ذي كان حنك السياسي لأنه يعرف اللي قايصايد بالتطوير إما صار دي جاية أنا أخارش الآلاف هو نفس موقف حمل همامي والمرزوق مقبل الأمانة وحركت قالت ما ثمش فرص لحد الآن مشجع على الانتخابات ولكن والعسكر 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 الناس ظنت أن العسكر رشع إلى رجي ربما تشير هنا إلى الموندفريك تقريف الموندفريك اللي حكي على ثم خلاف في الشيء الواقع الناس سكيت خيلت للجيش كان خيل سعيد أخوين انتخابات ومشي كان طلعت في صندوق كان كذا وقدت تركي الإشاعات وناس سحكي فتفأ للناس كان والله العسكر محايد الأمن شعب يريد يبعد غاية وعننا فرصة للتغيير ولكن هذه من خدعة أخرى كما خدعونا العسكر قبل وقت لي كان وقلت أنا في مسل نواب كان قيس سعيد يصقوي على شعب بالقزرنان كان تذكره من 2017 2021 يوم الانقلاب 25 عمره قيس سعيد متصور خارج قزرنا ولا خارج وزار الداخلي فالمدة نخر أخبر الانتخابات بسهرين ولا بكلاذ لا ما عاد سيمس القزرنا فخارج إشاعة خارج المخابرات العسكرية قوموا العسكر منع قيس سعيد من الدخول للثكن وذلك مصحي فاكلنا نحن الحربوش وقلنا والله العسكر قيس سعيد يعني سعيد ما زال مدعوم المؤسسة العسكرية هذا ما زال مدعوم المؤسسة العسكرية والمؤسسة العسكرية هي اللي تحكم وهي من قامت بالانقلاب وهي هذا رأيك أستاذ بشري حتى مباشرة تعرف وهي من قامت بالحركة نعم هذه قراءات يعني مش بعطيات قراءتك السياسية نعم هذه هذه مؤكدة بصم معطيات مؤكدة طبعا ويرتع علينا من السفاع كان يتكو كان قيس سعيد خلي يتكلم ويخرج يتكلم منها لأن انتخابات كان وراج نذكر دائما في مباشر حتى نميز دائما بين المعطى والتأويل به